اول سؤال وصلنا بيقول انا زوجتي ضمنت شقة في قرض من غير ما انا اعرف اعمل ايه مع العلم كل شوية بتوع البنك ييجوا عندي هو المسألة دي انت بتقول ان هي ضمنت شقة في قرض يعني خلت الشقة لو انا فاهم سؤال حضرتك بشكل صحيح ان هي خلت الشقة اللي هي موجودة دي ويلا يمكن تخلي الشقة ضمن في قرض الا كانت الشقة باسمها فالشقة اللي هي باسمها او اي حاجة خليتها هي اخذت القرض وجعلت الشقة ويبدو ان هي الشقة اللي انتوا سكننا جعلتها ضمن في الايه في القرض من غير ما ترجعلك انا مش شايف ان ده تصرف صحيح لكن ليس معنى ان هو تصرف مصصحيح ان هو معصية ليه طيب لان هي اذا كانت اخذت القرض ده وفي نفس الوقت الشقة شائتها فالتصرف اللي هي عملته ده حلال يعني جعلت ما تملكه رهنا لما اقترضته خلاص ولكن ليس هذا من حسن العشرة يعني ده مش من حسن العشرة هذا ليس صحيحا ليه لان ليس كل مباح متاح هي مباح ليه ان هي تتصرف في زمتها المالية المستقلة صح لكن ده يعود عليها بسوء العشرة يعني ده مش من حسن العشرة ليه وانزاك انت بتقول لي دلوقتي بتقول لي ان فيه ضرر بيقع على الاسرة بان كل شوية بتوع البنك ييجو للبيت خلينا اقول لك انا مقدر ديئك من ان هي عملت حاجة من غير ما ترجعلك فيه وان البيت عبارة عن مشاركة بينكم انتو الاتنين وان هي حملت نفسها عبق كانت لابد ان هي تخططه معاك هو ده الغلط هو ده المخالفة اللي حصلت اللي هي خلفت فيها قواعد العشرة الحسنة فهي خلفت قواعد العشرة الحسنة انتو لازم تتفقوا مع بعض وخاصة لو كانت حاجة فيها عباء مالية اما ان هي اخداها للقرد ده حرام عليها بضمان الشقة لا ده تصرف من الناحية الشرعية حلال لكن اللي عملته ده جر عليها ضرر وهو عدم حسن العشرة مع زوجها فالحل هو ايه ان انت لو عايز تسألني يعني وبصدق وباخلاص ان انت تتفق معاها ان ده ما يتكررش وتدعمها مش تفضل مكدرها لاني خلاص الامر نفز واللي حصل حصل يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة كسرت الصفحة بتاعت السيدة حفصة السؤال ببساطة يعني حضرت النبي كان كل ما يشوفها الطمع يعني حشاء صلى الله عليه وسلم ما عملش كده وكان صلى الله عليه وسلم لا يكسر اللوم فتعمل انت ايه بقى انت طبعا حاسس من جوه بغيز وبغل انا شايف ان الغيز والغل ده مش مناسب مش هيجا اقول لها ان انت لما عملت تصرف في زمتك المالية بغير رغوع الى زوجك ده ما كانش صحيح بمقتضى حسن العشرة واجا اقول لك ان انت تفضل تكدرها ويبقى دوت من حسن العشرة لا ده كمان مش من حسن العشرة يبقى لازم نتوازن لازم يبقى متوازنين المتوازن هو ايه خلاص هو عملت ده نتغاضى عنه يبقى بتقول لي اعمل ايه تغاضى عن ده نعود ونتكلم بان ده ما يتكررش ولو سمحتي انا ما عنديش مشكلة ان انت تعملي بعض الاشياء اللي ليه علاقة بزمتك المالية بس تعالي نتكلم مع بعض عشان انا لو حصل اي حاجة بانا مستعد نفسيا ان انا اتدخل عشان اساعدك واخليني في امانك هو ده التصرف الصحيح مش التصرف الصحيح ان اقول له انت غلطانة وروح يرجع القرض ومعرفش ايه عشان ما تعملش كده ما هي هتخسر والبيت هيخسر واترجع عباء سيئة على هذا البيت لكن الاساس هو ماذا ان هي بطل تصرفت وتصرفت فيما تملك خليك دعم ليها ومتوقفش عن ده ده كتير لان مسألة الوقوف عندي ما للمرأة من الرجل اظن بتفسد العلاقة كتير بتسيء للعلاقة ان هي تقول ده فلوسي وانا ما عملتش حاجة فاذا كنت اذا كانت دي فلوسي وانا ما عملتش حاجة فهو ليه ووقف كل الوقوف ده ويبتدي بقى الشيطان يقول لها ده طمعان في فلوسك وعايز بلاش الطريقة دي بلاش نعمل كده ولزاك شوف التوازن في الاقراء هو هنعمل ايه خلاص ببساطة خالص هي تعتزن ان هي ما خططتش معاك وانت كمان تتغاضى ونرجع تاني متفقين ان ده ما يتكررش مرة تاني يعني ايه اللي ما يتكررش ما يتكررش ان هي تعمل حاجة خاصة بالبيت من غير ما تخططوها مع بعض ترجمة نانسي قنقر